الأمر ليس مربوطا بمرة واحدة وإنما باستمرار مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعطي فضيلة أخرى غير الاستمرار والكثرة وهو موضوع عن الصحابة في فضلهم وهو وهو الثبات في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الممات الثبات وهذا ينعكس علينا بشيء مهم نحن طلبة العلم فيما يتعلق بالعلم ما هو الثبات على طلب العلم كيف يا جماعة من بدأ بدرس استمر به إلى الممات هذا الدرس من 96 كثير منكم لم يكن مولودا من 96 ما صلى الله يتقبلنا بدأنا به عام 96 وتسعمائة والف التاريخ غير الإسلامي فنسأل الله ثبت إلى متى إلى الممات أو في شيء رغم قدرتنا نسأل الله أن يصرف عنا هذا لكننا إلى الممات خلاص فهذا معنى كلام الإمام أحمد عندما سؤل يا إمام إلى متى تطلب العلم قال مع المحبرة إلى المقبرة إلى المقبرة خلاص أما ما نرى بعض الإخوة يوم بحضر ويوم بترك عشرة بحضر وخمسة بحضر إيش ما هذا لن تصبح طالب العلم وإن لطقت وجهك بالمدادي فبات خلاص فبات على العلم إلى متى إلى الممات هذا العلم كما قالوا إن أعطيته كلك أعطاك بعضه إن أعطيته كلك أعطاك بعضه فكيف إذا أنت أعطيته إيش بعضك معناتك ما شو بدك تحصلها يا جماعة طالب العلم رأس ماله بعد الإخلاص وتقوى الله الأمور العامة قائم على أمرين قائم على أمرين ما هما قائم على أمرين ما هما واحد الوقت الوقت فطالب العلم حريص على الوقت حتى يستغله في العلم أدركت أقواما يا جماعة إذا أراد أن يذهب ليشتري كتابا أخذ كتابا معه من البيت حتى يقرأ في الطريق حتى لا يضيع وقته لكي يشتري الكتاب انظر فهو يقرأ في الطريق فإذا وصل وشرى الكتاب تابع القراءة اغتنام الأوقات فطالب العلم المباحات عنده قليلة ما في طالب علم شو رأي كره على مزرعة ونوكل ونشرب ونتمتع ونقعد انهار كان هذا ما بنفعل مع طالب العلم مع أنه مباح والسبب اغتنام الوقت في العلم ممكن يصير زي ما كان يفعل شيخنا الألباني يصطحب طلبة العلم فما يتوقف في تدريس الناس إلا عن تناول الطعام أما باقي الأوقات منشغل بتعليم الناس اغتنام الوقت وكان شيخنا الألباني يقول أنا كالمنشار إذا درست بستفيد وإذا توقفت بقرأ بستفيد كالمنشار يعني رايح باكل وراجع باكل